أدوار جديدة ينتظر منحها للجماعات الإقليمية ذلك ما يتضمنه مشروع قانون البلدية الجديد قانون سيعزز أداء المجالس المنتخبة ويمنحها صراحية أوسعة في اتخاذ القرار وجلب الاستثمار قانون جماعات المحلية راح يقرس تعزيز الموارد الجبائية والمالية لجماعات المحلية وضع أطور جديدة للتسيير الشأن المحلي لسيامة المقاربة في التسيير بالنتائج وبالتالي وضع الجماعات المحلية في إطار سياق جديد وهو سياق المبادرة الاقتصادية لاعتماد على النفس تثمين الموارد المحلية في انتظار مصدقة البرلمان على قانون البلدية الجديد يرى رؤساء مجالس شعبية أن هذا القانون سيساعدهم على التقرب أكثر من المواطن رئيس البلدية هو النواة الأولى داخل تكوين الدولة وهو في الواجهة الأولى مع المواطنين والمشاكل خاصة بالنسبة توفير مداخل البلدية وكذا بالنسبة لجلب المستثمرين يعني كصلاحيات رئيس بلدية يقدر هو الأعلم بالصوالة التي خاصة البلدية ينتعون هذا الشيء يجعل إن شاء الله يكون فيها يكون سيرسو في التنمية المحلية في الأخذ القرارات وخاصة في المواطن المواطن 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية هو شعار رفعه قطاع الداخلية فالقانون الجديد ينتظر منه إسناد أدوار اقتصادية للبلديات بدل اقتصارها على الخدمات الإدارية